ترجمة نانسي قنقر في التعاون مع وزارة شؤون الإعلام ضمن مبادرات سموه الهادفة لدعم المجالات الثقافية والاجتماعية والإنسانية وقال سموه مستمرون في إطلاق المبادرات التي نهدف من خلالها لترجمة توجيهات سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لدعم مختلف المجالات وتهيئة الفرص والمناخ الملائم لفئات المجتمع للمشاركة والتفاعل مع المبادرات على الشكل الذي يسهم في دعم قدراتهم ورفع مستوياتهم وتشجيعهم على المنافسة والتحدي كما نتطلع عبر مبادراتنا لتعزيز العلاقات الاجتماعية ومبادئ الأخوة والوطنية بين المشاركين وأضاف سموه أن ما شهده برنامج المسابقات سينجيم من تفاعل ومنافسة قوية من قبل العوائل البحرينية المشاركة ساهم في ظهور البرنامج بشكل مميز إن عكس على نجاحه مقدرا نأسموه دعم وزارة شؤون الإعلام برئاسة سعادة السيد علي بن محمد الرميحي لمبادرات خالد بن حمد وثمنا نأسموه دعم بنك البحرين الوطني للبرنامج والذي عكس حرص البنك على تعزيز الشراكة المجتمعية مشيدا نأسموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة وكذلك الحضور المميز لضيوف الشرف الذين أضفوا على البرنامج نكة خاصة ساهمت في إبراز وإنجاح هذا الحدث هذا وقد اختتم برنامج مسابقات سينجيم حلقاته حيث بلغت قيمة جائزة المركز الأول مائة ألف دولار أمريكي وشهدت الحلقة الختامية إقامة مواجهة جمعت بين فريق ضيف الشرف الفنان سامي رشدان وبين فريق ضيف الشرف الفنان أحمد شريف وقد مثل الفريقان مجموعة من العوائل البحرينية فيما كانت الفنان هيفا إحسين ممثلة عن اللجنة جلالة الملك بالعيد الوطني وولي العهد رئيس الوزراء والحكومة الرشيدة وشعب البحرين كافر بنشكر طبعا أيضا الشيخ خالد بن حمد على هذه المبادرة اللي أعطت نفس للمنافسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر